مرحبا برج الجوزاء في الكراءة العاطفية لشعر يومنا. انت يا برج الجوزاء في الورد. انت شكلك في حواليك ناس كتير. وانت عملك تظهر نفسك لحتى تلفت انتباه لكل اللي حواليك. وكمان انت عندك شيء انهيتها وبدأت لها اما انهيت علاقة وابتدأت علاقة جديدة او انهيت موضوع عمل وابتدأت في عمل تاني. اه كمان انت بتحاول انك انت تظهر على السوشيال انك انت شخص مشهور ومرموك وجميل جدا ومجتاب وانت طبعا يا برج الجوزاء جتاب جدا لكنك انت بتحب ان تظهر التفاصيل هاي او انت في الطاقة تحتك انت بتظهر التفاصيل هاي للاشخاص اللي حواليك مشهور لعلاقات للاصدقاء للمقربين واحتمال انك انت اه انهيت شيء وانت حابب اه تبدأ من داخلك شيء جديد انت كأنك اه انوجعك بما فيه الكفاية وحابب بتبلش عالم اخر غير العالم الماضي فانت بتحاول تطلع من الماضي. انت يمكن ان الشخص هذا فاجأك برسالة وهرب. فانت عشان هيك قررت انه خلاص تنهي هذا الالم. انت في نهاية الامام وابداية جديدة عندك. وانت شفت هذا الشخص ممكن متسرع. اه غضوب. و متهور نوعا ما. وانت شافه انه يعني اه كلامه مش مش مطابق لمشاعره. يعني انت ممكن بيجي بحكي لك كلام غير عن مشاعره. او احساسك انت حس انه مشاعره غير. والكلام اللي بعطيك هي غير. وانت شفته انه ايام ما بعطلك رسالة ممكن على الانترنت. اه بعطلك رسالة سريعة وهرب. خلينا نشوفها للشخص شوه? الهورفينت. الهورفينت والشخص هذا يمكن فيه زواج. اه يمكن هذا شخص مشهور على السوشيال او شخص اه حاليا اه بيحاول انه يتعمق في الدين او يتعمق في الافكار او يتعمق في كتب او اه ينشر مجلات ينشر كتب معينة. الشخص هذا يمكن بيقيم بال اه امام جامع. اه يمكن بيقيم بالناس وبيعطيهم نصائح نصائح وارشادات واحتمال هذا الشخص هو فيه خطوبة او فيه زواج جديد. يعني اعلن زواجه جديد او فيه خطوبة وهو شاعر انه انت اصلا شخص روحاني جدا جدا وطيب وهو شاعر انك انت اللي اعمالك بتحاول انه تعمل اليك شهرة امام الناس. هو مش شايفك انك انت تتفوت علاقة لأ هو شايفك انه انت اه بدك تلفت انظار اللي حواليك. يعني مش انه بدك تفوت علاقات لأ انت بدك تحاول انك تكون مشهور. وهو حاسس انه انت الشخص اللي هو للبعض منك يعني ازا كان هذا الشخص مش مرتبط فهذا الشخص بيتمنى انه يرتبط فيكو لانه هو متجه عليكو. وهون نفس الشيء هو متجه. لانه هو في طاقة في الوجع. وفي الاحساسه بانه انخدر. واحساسه انه هو طلع من هاي العلاقة او ايا كان ازا كان فيه بانكو انفصال. ازا ما كان فيه الشخص بتاع بان جدا وطبطة اه اكلها احزان. وهو احساسه بالقلم والغدر ومش شرط انه تكون انت يا برجة جوزاء غدرته طبعا. يمكن احساسه من الناس الحواليه. ويمكن هو كائق عنده خسارة مادية. مش شرط يعني تكون انه انت اللي غدرت او انت عملت له اشي. احتمال للبعض منكو. احتمال انك انت تكون زعلت هذا الشخص وانت انفصلت عامله بارادتك. كامل ارادتك. يعني لانه الشخص في الحالة انه فيه هو في طول. في انفصال. فاكيد رح يكون الانفصال اما انفصال علاقة. فهو حاسس انه انت انفصلت عنه نحائيا. او الانفصال جاء من اتجاهك انت يا برد الجوزاء مش من اتجاه لبعض منكم طبعا. واذا ان هو انفصل عنكم فهو تعبان وحاسس بالاسى وبالقلم وحاسس بفقدانكم عفكرات الشخص. هو مفتقدكم. مع ان طاقته هون الهورفينت هذا احساسه اتجاهكم. هو اني باين عندي ان هو اللي طلع من العلاقة. اه هو انقطع. هو زعلان عشانكم. لانه انتو انفصلتوا عن بعض. لانه كان احساس ان انتو بتشبهوا بعض كتير. وهو انت السلمي او الشخص اللي بتشبهه. بالضبط انت الشخص اللي بتشبهه. انت مراية ايه له لهذا الشخص. وهيك هو مفتقدك. عفكر هذا الشخص مفتقدك جبتا جبتا. وهو بحاول او هو شافك انه انت انفصلت عنه بسبب اه انشغاله عنك. انت كنت مثلا تحاول انه تلفت انتباهه وتحاول تشاركه بيومك وبالاحداث اللي بتصير عندك وهو كان مطنش وهو اند مانع هذا الشيء. طب خليني اشوف الرومانس. شو بدون يخطونهم؟ عرفني جماعة بس كان ابني الغير اعدام مشقيقي. خلينا نكمل الكراءة. كنا بدنا نطول الرومانس. نشوف شو وضع يقوم. طول الجوزاء. شكل الانفصال متأثر بحياتك المادية. شكلك انت بتحاول انك انت تبدأ بمشروع جديد. لانك انت شايف ان حياتك لازم تبلش بمشروع مش بعاطفة. وكأنك انت بدك تطلع من كل العواطف والعلاقات. لان انا شايف برده هان تقطك انه يعني مش احساس مشاعر ان انت متلاحف للشخص او لا انت شايفه كشخصية ثرتارة. وشخص مسلا بتتكلم يعني بيحكي كتيره بخطفي. بيروح. او اختفوا مسلا معها وادرجع. او اجا انهى العلاقة وروح. فانت ست بدك تطلع من هاي الكيود وتهتم في ماديتك لانك انت بتعاني. وحياتك العاطفية تأثيرها مادي. ثم انت الشخص صار عنده برده من البعض منكم صار عنده الوضع المالي اه صار عنده خسارة في الوضع المالي. لهيك عنده صار اه التور. انهير مادي يمكن. من البعض منكم احتمال انه يكون هذا الشخص بيعاني من وضع مادي سيء. طيب. هاد سولمين. اه هاد الشخص طبع امروح. طيب. وانا قلت لكم انه بحصة اشوف. او انه حاس انه انت صلمية. وحكتلك انه حاس ان انت صلمية او كان هون الكروت. هو حاس انت اه انت شخص صلمي طبعا. طيب. شو مشاعر اتجاهك هو بحاول اتشافه. بحاول يوازن يزبط نفسه من ناحية. لانه بصعب انه شاف ان هالعلاقة انحط لها حدود. او بلشت الحدود تعالى فيها. فهو شاف انه لازم يتوازن. لانه محتاج للشفاء. لانه بمر في مرحلة اه داخلية. امتصال داخلي هو احساسه يعني داخليا غير عن احساسه خارجيا او شكله خارجيا او مظهره خارجيا. فهو حاسس انه لازم يتشافه ويطلع من المرحلة اللي هو فيها. هو يمكن ان بيين لك خارجيا انه هو شجاع اه الرجل المقدام او يعني شخص المقدام وهو شجاع وهو قدر يترك العلاقة والفيلم. ويروح. فانت شافه ظاهريا هي. لكن هو بداخله متدمر. يعني هو حاسس في انه مفتقد بالفقدان. هو حاسس انه جروحه عميقة. بصوره هادا الانفصال. خلنا اشوف ليش السبب اللي هو. يمكن انت حطيته بلوك. احتمال تكون ان انت انهت العلاقة في بلوك. يمكن انتو تعرفت عالانترنت كمان برضو بتصير. احتمال انه انتو تعرفت عالانترنت. او انت بتراقب عالانترنت. احتمال كان للبعض منك هذا الشخص متزوج بالسر او طلب الزواج منكو بالسر للبعض منكو. واحتمال هذا الشخص انه اخفى عليه عنكو انه هو شخص مرتبط. انتو ارتباط اخر زواج اخر او مرتبط في اسرته. او في ما صير علاقة هو مش عارف ايش هي هاي العلاقة يعني شو ما صيرها. يعني مسلا هو مرتبط بعلاقة هو نفسه مش عارف شو ما صير هاي العلاقة. وهو اختيها عنكم. احتمال صغر بعض الضلالية في هاي العلاقة. يعني في اشياء انت معرفت عن هاد الشخص الا مؤخرا. فعشان هيك انت ما بتكتمهي قلم وتبلش حياة جديدة. للبعض منكو هاد الشخص زي انهل العلاقة معكو بشكل قاصر. ووعدكم مسلا بزواج واخلف هاد الوعد. هاد برج الحود. هون عنا برج القوس. وبرج الثور. بس هون بحكولك يس. يعني هاد الشخص رفيك اوحا. فهذا الشخص ممكن هاد الانفصال هو من الانفصالات اللي بتحصل في العلاقات اللي لابد انها تحصل عشان انتو الشخصين اه تحسوا بقيمة بعض. يعني ازا ما صارش انفصال في العلاقة بتاعتوا عن بعض فترة مش راح تحسوا بقيمة بعض. البراءة كيف يتم استدعائك لتقدم القيادة انت بتتقدم انت انت روحنيتك عالية وانت نشيط وبدك تتقدم للامام. انت حابب تطلع من كل الاوجاع ان الشخص هاد الشكل اطعبت. اطعبت كان اف اون. يروح ويرجع يجي يحكي لك كلام سخي في يروح. او يجي يحكي لك انت السبب وانت كذا وانت كذا ويروح. فجأة. يجي فجأة ويروح فجأة. فهول اقول لك انت يعني هلأ انت اي اه تقدم. انت هلأ استدعو فيك للقيادة. انت لازمة تصير قائد. او انت قائد. بلاش انت تصير قائد. قائد لمشروع قائد اطفالك قائد لأي شيء. طيب خليه تشوف برده. اخلص التلوت هلون. ونكمل. برد الجوزاء. طاقتكو عادي للماء كتير ريكي. طار كتير عدول. بس راح نقدر ناخدوه. خلينا ناخدوه. ما نشوش بحكوها. الرحمة رئيس الملائكة خفف قلبك فيما يتعلق وهذا الموقف وجميع الاشخاص المعنيين بما في ذلك عند. انت شكلك حامل بقلبك. وقدر تنزل للموضوع يقول لك خفف عن قلبك. خفف حتى اللي بتحسوا انه هم معنيين في الموضوع او في حدا مسلا في تدخل طرف او عندكو انتو كنتو في زواج وانفصلتو في طلاق. فهون بقول لك خفف خفف عن نفسك خفف عن المعنيين يعني اللي الناس اللي حواليك اللي هم بحسوا بتعبك ووجعك. لانا اكيد لما يشبوك انت موجود واتعبان هم رح ينجوا معاك. فهون بحكول لك خفف. وآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يعني انت مسلا كانت عندك مسلا انت محدد لأصدقاء عندك او آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ svoshi بتزيد في اصدقائك. فبتحاول انه انت تخفف وجعك بهاي الاشياء. لتحسك قلبة نفسك. وانت قيم. انت الورد. ضقت الورد. وهنقول لك انت هلأ. وقت لتولي القيادة. بس انت خفف عن نفسك. بس. طيب. هو كيف شايفك? هو شايفك انك انت مستقل ماديا ومستقل عقليا. انت راكز. هو شايفك راكز جدا جدا. وهو مهجب بشخصيتك هذا الشخص. فشافك متواصل شخص متواصل. وهو شافك في العلاقة كان شافك انك انت بطيء نوعا ما اثناء علاقة. وكان شافك انك انت بدك علاقة صادقة وسابتة. يعني علاقة زواج علاقة ارتباط. انت شخص بتحبش اللعب. ما سرعت. آآ طبعا عند البعض انت ازا بحكي له القراءة عكسية فهي يا جماعة طبعا عكس انه بتكون تقوده اكتر من تقود هالشخص عندي على الطاولة. طيب. وهو شايف انك انت واسط الخطوة يمشي. وشافك كمان انه انت ازا بتحدد هدف بتروح له لكن بعقلانية. وهو شافك كمان انه انت بتحب تنظر للمستقل البعيد جدا جدا. وهو شافك نوعا ما انه انه انت ما بتاخد قرار بتكون بطيء او بتفاجأ بالقرار. انت بتكون ماخد ومخلص. بس انت بتش بتفاجأ فجأة. بدون اي صابق انظار. وهو شافك شخص استقلالي. وبتحب تكون حر ومستقل. وبتحب قرارك يكون من رأسك من عقلك. برضا العضراء احتمال انت الشخص هو طاقة ترابية واحتمال انت في طاقة ترابية كان يشوفك. اه هو شافك انك انت كان تركيزك على العمل اكتر على الاستقرار المادي على الاستقرار الاسري. وكان كمان شافك انت شخص هي كنت يعني انت مرتبط. او انت كنت متجل الارتباط. او انت دايما مشاعرك بس اه نحيط الارتباط. احتمال انت اه عندك ارتباط بالقسل. بالعائلة بالاب بالام. عندك ام بتراعيها. اب بتراعيها. اطفال بتراعيها. فهو شافك انه انت طويل البال. بتروح تتفكر لفترة طويلة لحتى طاعت القرار. وانت بتدور على الحقائق دائما. انت بتحب يكون الشخص قدامك مكشوف. مش اه. ما بتحبش انت اللف ودورة. لانك انت علتف. نشيب. وانت متواصل جدا. وانت بتحب انت واضح نفسك انت واضح. ها البرج العدرق. واحتمال طاقت الشخص في طاقت العدرق برده. هو شافك في طاقت العدرق. برج العدرق. معروف انه برج العدرق يعني حرسين على كل شيء. حرسين في افكار وانحرسين بجلامهم. وهو شافك في برج العدرق حريص بكل شيء. او يمكن هو شافك انه انت بتشفه زي ما حكيتلك. هو شاف انه انت بالنسبة له لمرأة. بتركس افعاله. بس هو انا شافه هو في طاقة هوائية. وكمان هو طاقة ترابية عن فكرة برد. يعني هو طاقة ترابية. طيب خلينا نشوف وكيف شاف شخصيتك. طيب شافك انت نشيط متحدث ببط. افكير انت بتحدي كتير على الانترنت. او انت ماسك موضوع السوشيال زي كنا بتحاول انه تبتعد عن اه اوجاعك. لكن مو شاف شخصيتك. انه انت دائما اكتب نشيط اه اه سريع الحركة. سريع مش سريع الحركة هون انه انت بطي في الحركة. لأ هو شافك كجسد سريع الحركة سريع الكلام يعني اه مش القرار. وبعدان انت شخص واضح ومتواصل جدا. وانت بتحب اه لما تاخد قرار تاخده بعقلانية. عفتك روش انك مسان عقلاني جدا جدا جدا. وبتعرف تحط حدود وانت بحطيت حدود مع هذا الشخص. لبعض منكم هو الحط. انه مش مبين عندي كتير انه هو موجوه. فعم مبين انه انت تركته بسبب واجعه. واحتمل هو كابر ع نفسه. وعرف انه رح يتعب لكنه اصر انه يتركه. فعشان هيك هو شايفك انك انت عشان هيك واما. نفسه. اه من المشاهélين اف هو شافك انك انت كمان غامض. في شيء انت خبيته عنه. اعتقد انت خبيت عن هذا الشخص يا برج الجوزاء. شيء معين كان لازم توضح له اياه. وكمان هو شافك انه انت بتحب تكتم اسرار عائلتك. ما بتحبش انه تطلع تظهرها للجميع. انت بتظهر اللي بيجي مزاجك. ضحك. اه اكتباسات. اه بيديوهات اه كلام اه كتب. اي شيء الا اسرار عائلتك. انت محتفظ باسرار عائلتك. ويمكن انت محتفظ مشاعر لشخص انت كنت معاه في زواج. عفكرة انت تحبش هادا يتدخل في شؤونك العائلية. هو شافك. طيب شو نواية من ناحيتك? نواية نواية انه يظهر امامك بصورة اجمل. هو نواية اه مناش يقول انه بديشوف حاله. برده نفس الكرتين. الطاقة تيهتها. اصد دي بس انا مراكزة في الشخص هدا بدي حاول ينفيد امتباهات ايضا. هو بدي يشتغل على نفسه. ويجيك وهو مش في خسارة. هو متشافي. لانه هلأ هو بيشفي نفسه. إنه شاعر انه انه انت شخص بتعرف تشفي نفسك. انت شخص بتعرف تشفي نفسك. حتى لا تركت العلاقة. ونواية انه يشتغل على هاي العلاقة. هو حابب هاي العلاقة. يعني انه بده يتباعد شوي ويرجع وهو قوي. لانه هلأ الضعيفة. طب خلينا نشوف شو خطوطة. تجاها. انا شوف انه بديعرض عليك عرب. لانه هو خطوطة هو انه جيد الكوبية. مش انت تفوح تردي ليها. هو بتديعرض عليك عرب. انه نشوف شو هالعرب اللي بديعرض عليك. الشخص هو نفسه يجيك على فكرة الشخص. هو شاب الوحدة والقلق والفاجعة. بالنسبة لما انتوا تركتوا. خلينا اشكشف لك اشوخ طوطة. انا شايف التدامة يعني شيء بالضييخ في غضبه. بالضييخ في غضبه هذا الشخص. هي شيء مغضبه منك. هو غضبه منك. لكنه هو خطوط عندنا هذا الشخص. لكنه في شيء مغضبه منك. هو غضبه. لكنه هو خطوط انه ضييخ في هذا الغضب. وفكرة الشخصة يستكشف عنك اشياء. عن طريقك انت مش عن طريقه حدا تاني. بالضييخ في هذا الغضب. وهي عمل حالة انه مثلا ما بده اسمع اي شيء. لكن بطريقة العقلانية والحنية والحنية والحنان. بده يعرف اللي هو حابب يعرفه عنك. فيه شيء انت مخبيه عنه وحابب يعرفه. الشخص هذا حابب يعرف عنك. بمناسبة برد برج الحوطر عنه وبرج الجدي. طيب خلينا اشوف هل هذا الشخص بحبك? انه يا صادقين. الشخص هذا حاسس ان انت بالنسبة الى فرصة لا تعوض. هو بحبك هذا الشخص. وهو حاسك انك انت هبه من الله. وكمان هو حاسس ان انت زي شيء تمنى كيف انت تتمنى مبلغ كبير من المال. هو حاسك كأنه اجاه مال وفير. وكأنه كيف نحكي احنا نتمنى انه مثلا نملك مئة مليون. وكأنه هو ملك مئة مليون لما ملكك. الشخص هذا بحبك منوية طيب. يعني اكتر من هيب شرح اقدر محكتبك الابراج. والشخص مش رح اقدر اكتر من هيك احكي لانه الشخص ده عن جد كامل محبكو. لكن بده يحاول يتقص عنك حقيقة ما انت اخفيتها عنه ويمكن بسببها انتو انفصلتو. فشكرا للك يا برج الجوزاء. لو سمحت ازا كنت جديد معنا في القناة اشترك فعل الجرس لا يوصل. شكرا لك. وشكرا لك.